أهل الخير وجمعيات الخير التي تابعنا العديد منها في شهر رمضان الفضيل في العديد من المحافظات الوطن ولكل جمعية كان لها بصمة خاصة ومع خطة خاصة واليوم بصمتنا بصمة خير هذه الجمعية التي قامت بالعديد من الفعاليات والتبرعات والدعم وتقديم العديد المشاريع المجتمعية ليست فقط في شهر رمضان وإنما على مدار الأعوام السابقة كلها بالتأكيد واستطاعت فعليا خلال الأعوام السابقة وأيضا خلال شهر رمضان من الوصول إلى عدد كبير جدا من العائلات التي قدمت لها الدعم والمساندة في الوقت التي تحتاج مننا جميعا هذا الدعم نرحب بانضمام الأستاذة ريمة دلبح رئيسة جمعيات بصمة خير الخيرية معنا من مكتبنا في محافظة جينين مكتب الإدعاء والتلفزيون سبع الخير إليك ريمة ومهم جدا أن نعرف بهذه الجمعية وأن نتحدث بتفاصيل أكثر عن طبعا كل ما تم تقديمه ضمن الحملات المتواصلة تحديدا خلال شهر رمضان يسعد صباحك أخت ريمة وصباح الأخ عليها وصباح كافة العاملين في تلفزيون فلسطين وكافة المشاهدين وكل عام الجميع بألف خير وشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بألف خير ونسأل الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله سعد صباحك ريمة كل عام تم خير بالعودة لسؤال ريمة اللي موجودة عندنا اليوم نحن كمان مبخوتين باسمين ريمة موجودين معنا نحكي بلمحة بسيطة وسريعة عن الجمعية وأبرز ما قامت فيه ووصولا إلى الحمل الأخيرة في شهر رمضان الفضيل نعم أخ علاء كما استفت وقلت بأن جمعية بصمت خير الخيرية كما كل عام في شهر رمضان المبارك لها الحملة السنوية فينا الخير وهي هذه السنة العاشرة على التوالي التي تقوم بها الجمعية منذ بداية شهر رمضان المبارك في هذا العام أخ علاء انطلقت هذه الحملة قبل بداية شهر رمضان بحوالي أسبوعين تقريبا يبدأ التحضير لهذه الحملة الرمضانية ويتم التحديث والتدقيق على العديد من الكشفات والقوائم والسجلات والبيانات الموجودة لدينا ليتم إضافة العديد من العائلات إضافة إلى العائلات الموجودة مسبقا على سجلات الجمعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المعوزة والتي تكون أكثر احتياجا من غيرها هذا العام أخ علاء توسعت دائرة المشاركة والعمل في حملة فينا الخير الرمضانية الخاصة بجمعية مصمت خير الخيرية بسبب طبعا الأحداث التي تمر بها البلاد فكان هناك شراكة مع عدة مؤسسات محلية وعربية تعنى في هذا المجال المجال الإنساني الإغاثي كان هناك توأمات عديدة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لهذا الغرض يعني لشهر رمضان المبارك لأنه عندما قمنا بالتحضير لهذه الحملة أخ على بداية وقبل بداية شهر رمضان المبارك وبسبب الأحداث التي تشدها معظم محافظات الوطن وبخاصة محافظات جنين ونابلس هذه المحافظات التي تعمل بها الجمعية بشكل أساسي رأينا بأن أيضا إضافة إلى الأسر التي تضم في صفوفها الفئات المجتمعية كالأرامل والأيتام والمرضى وذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود أيضا كان هناك حصة كبيرة للأسر الشهداء لأنه رأينا بأنه يعني بسبب الأحداث أغلب هذه الأسر يعني الشهداء الذين ارتقوا بها هم معيلين لهم وبالتالي بعد ارتقاب لهم الشهيد أصبحت الأسرة بلا مأوى وأغلبهم يعني هم يعيشون بمقومات حياتية ليست على المستويات المطلوبة وبالتالي تعتبر من الأسر المحتاجة والمعوزة وبالتالي كان لهم هذا العام حصة من حملة فينا الخير وبالفعل منذ بداية الشهر وحتى هذا اليوم تم تقديم كافة المساعدات التي رسدت لحملة فينا الخير خلال شهر رمضان المبارك طبعا والتي تتضمن وتتعدد يعني كما تعلم أخ على برامج هذه الحملة يعني هذه الحملة حملت فينا الخير وأنت يعني في العوام السابقة يعني التلفزيون كان حاضر معنا وقام بتفكية العديد من الفعاليات التي تتضمن هذه الحملة وفاليا استطاعت أن تصل إلى شريحة واسعة وأعداد كبيرة جدا من العائلات المستورة طيب ريمة نحكي بتفاصيل أكثر عن البرامج التي بتتواصل على مدار العام ليس فقط تقتصر على طبعا هذه الحملات خلال شهر رمضان المبارك نعم هناك كما تعلمين أختريما بأن العمل الخيري هو عمل واسع وكبير جدا ومشامل وعمل كامل ومتكامل وبالتالي لا ينحصر فقط على فئة مجتمعية معينة أو على برنامج إغاثي إنساني معين فتتعدد هذه البرامج يعني نحن في الجمعية يعني أكثر هناك أكثر من موسم خيري نقوم به على مدار العام وفي كل عام مثلا هناك يعني الموسم مثلا الرمضاني وهو أكبر الموسم الخيرية التي تعمل به الجمعية هناك موسم الأضاحي هناك موسم العياد هناك موسم العملية التعليمية والمدارس والقرطاسية يعني هناك يعني موسم يعني مثلا دعم الطالب الجامعي هناك برنامج الإعمار الذي يختص طبعا بعادة يعني إعمار وترميم وإصلاح البيوت التي تحتاج إلى الترميم طبعا بالتعاون مع يعني الجهات الشريكة معنا المحلية والعربية والدولية التي تعنى في هذا المجال يعني هناك أيضا المساهمة الجمعية في العديد من يعني الحالات الاجتماعية يعني التي تتطلب طبعا المساهمات والتكاليف العالية جدا وهناك أيضا الكسوة الشتوية والحملات التي تعنى في فصل الشتاء فبالتالي تتعدد يعني الظروف في شهر رمضان مبارك يعني حملت فينا الخير أخت ريمة يعني تتخصص أكثر فيما يتعلق بالمناسبات والفعاليات الرمضانية يعني مثلا نحن حملت فينا الخير الرمضانية تتضمن خمسة برامج قمنا بها على مدار شهر رمضان المبارك من بداية برنامج مثلا تمر وماء هذا البرنامج اليومي الذي يقوم به منتسبي الجمعية بالانتشار على مداخل القرى والبلدات ومراكز المدو والمخيمات في مختلف المحافظات التي تعمل بها الجمعية مثل نابلس طوباز جينين طول كرم هذه المحافظات التي تعمل بها الجمعية هناك بشكل يومي انتشار لمنتسبي الجمعية على عدة مناطق لتوزيع الماء والتمر على الصامين المتأخرين مثلا كان هناك أيضا توزيع يوميا من 700 إلى 1000 وجبة رمضانية على الأسر يعني الأكثر معوزة وفئة تجمعات الأكثر احتياجا من غيرها في مختلف المناطق أيضا كان هناك تنظيم 22 إفطار رمضانيا كان أخرها بالأمس طبعا تتعددت منها إفطارات للمسنين إفطارات لذوي العاقة إفطارات لذوي الشهداء والأسرة وأيضا إفطارات كانت للأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود أيضا كان هناك دورة منذ بداية شهر رمضان المبارك وانتهت أيضا في الأمس هي دورة تجويد القرآن الكريم لفئة الطلائع وكان الهدف من هذه الدورة وتنظيمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشهدون الدينية لتشجيع الطلبة على قراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك وأيضا كأخت ريمة سعيدين أيضا نتوزيع ترود الرمضانية بشكل يومي هناك ترود أكيد ما شاء الله عنكم أول شيء كل التحية لكل المجموعة التي قائمة على هذه الحملات في جامعة بصمة خير ليس جديد عليكم وتابعنا بسنين ومن خلال فلسطينة للصواح أنت كنت دائما ضيفة دائما في هذا البرنامج شكر الموصول لكل الداعمين والمساندين لألكم شكر لطاقتكم الكبيرة وإن شاء الله أعياد الخير بتحملها دائما لألكم بكل الخير وبصمة الخير تكون دائما حاضرة شكرا لألكم كل عام تبخير الله يخليك وكل الشكر لتلفزيون فلسطين والإضاءة الدائمة والمستمرة على أنشطة فعاليات الجمعية وإن شاء الله كل عام وجميع شعبنا الفلسطيني بألف ألف خير يا رب شكرا للمشاهدة